اليوم راح استضيف وياي وسام ناجي وسام هو كوافر رجالي من مدينة البصرة يا أهلا واسهلا بيك أهلا وسهلا بيك لأول مرة الظهيرة أتشرف أنا ببرنامجك الجميل يعني الله يخذيك مجمع مباركة عليكم وعلى كل متابعين قناة الشرقية وسام أول ما بعث لي السي في شقال عامل نظافة اليوم هو الممثل لواحدة من أكبر الشركات الأمريكية في مجال اختصاصة وممثلها في الشرق الأوسط خلي أجيك من بداية واحدة واحدة يعني أنت الحلو أول ما بديتها أكون ناس هو يضم هذا الماضي وما تحب آني وآني بس أنت بديتها وياي قلت لي عامل نظافة صحيح فشون وصلت اليوم خلي نسمع قصتك اليوم طبعا هو اللي ما عنده ماضي ما يكون اللي حاضر فالحمدلله والشكر أن أنا بدايتي كانت جدا بسيطة بصالون بسيط جدا في سبيل أن عائل عائلتي من عنده أطلع مصروفي كيف كان أمرك؟ تقريبا ثمانتاعش ستاة عشان يعني بهال فتعرفت على أولا الصديقي اللي هو صاحب فضل علي تحية أو أوجه له تحية هما من خلال قوناتكم الأخ علاء فبدأ أن يحفزني على هذا الموضوع أنا جنت يعني أنضب بالمحل نحية وأجيب يعني شنو وتأخد أجرك وتساعد أهلك ملتزمات اللي يحتاجون بالمحل والأقوم بواجبات الزباين غسل الشعر أو فجي فخلال سنة حاولت أن أتجرأ أن أمسك المقاس أو المشطة أو هذا فالحمد الله صرت أعدي الجرأة وشوية شوية صار أكو توفيق ولقيت الناس ظلت تتحبني ومشتوا يالمهنة يعني الحمد الله كان ممكن تكتفي بهذا بما أنه صار عندك زبائن بس أنت طورت حالك لأنه أصلاً من صغري أنا كان عندي حلم أن أكون لعب منتخب كرة السلة وأكون لعب وأرفع العالم العراقي بالمحافلة الدولية بس ظروف ما سمحت أن أنا أكون مثل ما وصل لأبوي اللاعب المرحوم عدنان ناجي فكراستها كلها بعالم الحلاقة فقلت أوصل أنا إن شاء الله للعالمية من خلال هذه المهنة زين وراها درست أخذت أنت خريج أعدادية حشي لي هسا أنت من أخذت القرار أنه أنت لازم تطور نفسك بهاي المهنة زين استويت أنا أول شيء اللي بلشت بي يعني أنه اشتريت الشغلات يعني تخص الحلاقة فظليت أسوي الهاشتاك فمن خلال هذا الهاشتاك ظلوا يشوفوني الشركات والأمريكية والبريطانية ظلوا ينشرون أكثر من عمل إلي فصار حافز يعني قوي كان دائما يقولوا لي أنت وين تتوصل بهذا الموضوع يعني أقرب أصدقائي فأنا عندي فتشي برأسي أنه لازم أوصل له صح أنه هي الأضواء كلها موجهة على الجانب النسائي بالموضة بالشعار بالميك أب كل شيء قلت أنا لأ أنقل أعكس الصورة أنه لازم يكون وهذا الهاشتاك وصل وصل الشركات الأمريكية وصل الشركات الأمريكية وراسلوك وراسلوك وقالوا لي أن أنت لازم أنت لازم تطبق هذه النقاط لأن شكلك وهذا غريب أن أنت من وين وشلون قدرت أن توصل هاي المرحلة ولكواليتي اللي إحنا نسويه وانت شون قدرت فظليت أطبقها وظل يمشي الفيديو من أبسط فيديو أصوره بالتليفون لحد ما أطور الموضوع لها سوين كاميرا سينمائية محترفة زوروا حسابة وراح يشوفون إن شاء الله سمسوي الفيديوات الحمد لله الحمد لله فتوفيق من على الله يعني فإذن هنا قلوا لكم ما تعجبوا على موهبتك وأنه أنت يعني أكيد منعرفوا أنت من البصرة من البصرة ايه فوراها شون درست؟ وراها يعني هم يقولون أن أنت وعندك شهايد كؤوس فظلت الدور براسي إنه شون أحصل فأنا من النوع اللي يبحث على الحلم الحلم يعني إنه ما قاعد أنا حتى الشي يجيني لا أنا أظل أدور عليه بالأنترنت اليوم الأنترنت والسوش الميديا إذا حاب أن أنت توصل الشي تقدر يعني الأشياء اللي تجي ببالك نعم فالحمد لله قدرت أن أطلع على بيروت شاركت بمهرجان وأنا وصديقي منصور فرفعت العلم الإعراقي وكان أحساس فتشي مو طبيعي وتساوت بالمهرجان أنا بالمهرجان أول ما وصلت لا خليس معودة سوت بالمهرجان وصلت الساعة الثنتين الظهر ورحت قلت لهم أول شي على أيد أشوف المسح استرتيبات فلقيت بيه هواية نقوصات وشغلات فقعدت اليوم ثاني ساعة ثلاثة الفجر أنني أشتغل مع العمال بالمهرجان يعني تعتعدك أفكار وشاشات فتشي حلول لأن المتابعين اللي متابعيني أخواني هما أهلي وخواتي يعني أنا أحسهم إن أهلي هما محسسين إن أنا مو بس حلاق فقط لا محسسين إن أنا مثل مثل منتخب مثل أي شي يالله الله يوفقك حتى من نزلت ننزلت إن أنا راح تستضيفني الأستاذة رقية كلهم إنهم اليوم يعني قسم من عدهم لك روك؟ لك روك؟ كيف تتسوي؟ ها؟ أنا دائما أعيش حالة لقاء يعني بيني وبين نفسي كل يوم بمراية السيارة بمراية الغرفة الزبون إذا سألني عن بدايتي أشرح له كأنما أنا أقابل الأستاذة رقية أو أي أعلامي يعني من زين فهذا فتش يعني أنا عايشة حلو أنت أحلامك تتخيلها وتعيشها كأنه حقيقة الحمد الله هذا قبل فترة كانت يا مدربة تنمية الدكتورة رياحين وقالت أنه أحيانا اليوم بالتنمية البشرية أنه أنت تتكلم عن أحلامك وتتتحدث بها كأنه حقيقة تصير لأنه أنت تسعاهل لأنه أنت تسعاهل لذلك ما تقول ماكو وما رح يصير ولأ والله بطلوا هاي الشغلات يعني لا وما يصير وماكو ما أقدر وما أعرف كل هاي الأشياء شطموها واحد يبدي بالأشياء اللي يقدر عليها فبعدين أنت رح تتطور ويا أكيد النجاح يجر النجاح طالما أكوش جيفك أنت أنا وصلت لها المرحلة لا اليوم كل شي جاي جدد أنا أتابع الحلاق الصغير والكبير وأحنا بالبصرة عدنا عدنا منافسة جميلة شريفة حلاقين البصرة يعني اللطيفين جدا وقدرين كل شي يسون يعني إن شاء الله إن شاء الله كل أحلامك تتحقق يا رب إن شاء الله أنت بهاي المسيرة أيضاً كان إلك مشاركات حلوة للأيتام للنازحين للأطفال اللي يعنون من مرض السرطان بحكي لي على هاي التجربة هذه التجربة يعني أول ما بدأت يعني إحنا من نشوف الفنانين اللي من يزورون دار الأيتام أو هذه الجمعيات الخيرية كان عندي حلم يعني أن أنا بلكي أوصل هي مرحلة حتى أقدر أن أطبق ولو جزء بسيط من هذا الموضوع تسعد الآخرين أي فمن القروب اللي إحنا بيه أصدقائي أي فكرة تجيني أقلهم أن أنا بواتش رهي شي شي عندنا أو بعد أسبوع نشتغل على هذا الموضوع يبلشوني ياي أنه والزباين وأهل البصرة يعني تعرفين كرامهم طيبين طيبين إلى درجة فأنا أفتح سجل بالصالون على كل واحد يعني اللي يحلق يخلي مبلغ بسيط بس ما شاء الله عليهم ما يخلي المبلغ البسيط يعني تطوعي مو إجباري وتقول له هذا المبلغ رايح ولما أنزل أن أنا بوست على الإنستجرام أو ستوري أو شي تلقين حتى البنات المتابعات تدز أمها أنا إذا شارك طلاب الكلية يعني فتحب حب للموضوع حفزوا إيه كل الناس تحب الخير حلو يعني ومرة يعني ألقي مثلا واحد يقول ها أنت خاف تريد الناس تشوفني وهذا لا ما عليك بهم أنا هو الناس تشوفني بس أذكر يعني جوز الفكرة أنا أذكر من أنت وراها رحت وأنا دائما أذكر وأوثق لهم أن أنا هذا اللي جاي سوي مو على مودي لا هاي فلوسكم هي جاي تروح المكان الصح يعني كسينا مثلا مئتين وخمسين طالبة مستشفى الطفل اللي راحنا يودينا ثلاثة ألاف بطل مغذي طبعا أنا أشكر أنا مدير المستشفى مدير العلاقات اللي هو ساعدنا بهذا الموضوع لأن الميسي غاحد يفوت بس أنا راح أتفتت ويعني فتت في ثقة هم يعني بدلت وهذا على أساس أن أنا فتشي بعدين من قلت له حلاق قلت لي قلت لي عندنا المبلغ إحنا العالم ميهم يعني مو شوف إيه أنت نجم في مجالك إي يعني فأنا يعني أولي حد هاللحظة أن أنا دائما أتخيل نفسي أن أنا بالمكان الصح وأقدر أن أوظف إن شاء الله أحلامي بهذا المكان حلو أنت دا تطلع فماكو مجال بعد للنزول أو التراجع لا إن شاء الله ما أكو نزول إن شاء الله كلام كثير كان مبدي لكن إحنا محكومين بوقت ولكن أتمنى قصة وسام اليوم وصلت لكثير من الشباب اللي عندهم طموح والذولة أهلي الماكو وما أعرف وما أقدر أقولهم راجعوا راجعوا نفسكم ومفتشوا عن نفسكم راح تلقون أشياء حلوة كل التوفيق إن شاء الله وأكيد لنا لقاء حتى نشوف أيضاً إش حققت خلال القادم من الأيام إن شاء الله يا ربي أكو لقاء ويجمعنا بيت وأشكرك على هذه الاستضافة ويا ربي أشوفت يعني فوق فوق العلالي لأن أنت من الناس اللي نقتدي بيهم يعني الله يخليك تسلم وأني سعدني أن أستضيف شبابنا عندهم هاي الحماس وهاي الطاقة تسلميلي إحنا يحكيونا عن الحلم فلان إحنا هم عندنا حلم عراقي لازم يتحقق لا إن شاء الله يتحقق وأكيد ننشوفكم إحنا ونتعلم منعتكم شكراً ويسام فدوا القلب إشتسلميلي شكراً شكراً